كما تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى فقابة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقة الشعب المصري في فخامته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس سيادته قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول الديمقراطية مما دلل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر واستفافه خلف قيادته السياسية صفا وحدا معارضة ومولاه ليقول للعالم نحن مع عقائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد كما وجه الشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها الانتخابات المشرفة خلت من أية تجاوزات